نبدأ من هنا دكتور محمد يعني نكلم عن المشروع القومي أصلاً لنشر الهوكي ومين اللي اشتغل عليه والفكرة جات منين وليه أصلاً الرياضة دي تحديداً حابين أنتم تنشروا عشان الصورة تبقى واضحة للناس رياضة الهوكي زي ما حضريك عارفها يعني رياضة مصرية معها بتبني حسن فيها أثار بتبين وكمان الهيستوري أو الفيديو التاريخي للاتحاد الدولي موجود فيه الرسومات اللي موجودة في معادة بني حسن فبالتالي اللعبة مصرية ومن هنا الوزارة مع الاتحاد المصري الهوكي بدأوا يمشوا فيه موضوع المشروع القومي لنشر الهوكي على مستوى الجمهورية خلصنا المرحلة الأولى بشكل كويس جداً من خلال الانتقاء والتدريبات وإن شاء الله في انتظار التجديد للمرحلة التانية وبداية مرحلة جديدة طب هو مشكون أن الرياضة دي رياضة مصرية فرعونية خالصة ما فيش أي بني آدم سبقنا فيها بعد مرور سبع تلاف سنة نبقى محتاجين مشروع قومي لنشر هذه الرياضة اللي هي أصلاً مرجعيتها مصرية ومنبحها مصر الكلام حضرتك مظبوط ولكن عدد الأندية وعدد الممارسين على مستوى الجمهورية قليل لنتيجة أن الأدوات تكلفتها عالية جداً كمان الملاعب بتبقى نجيل صناعي فطبعاً عشان حضرتك تعارف أن التكلفة وكمان نجيل الصناعي ده بيتراش مياه فتكلفة الإنفاق دي كلها بتبقى عالية جداً وبالتالي إحنا محتاجين يعني المشروع كان هدفه إن إحنا نروح لمراكز الشباب وده برضو يعني تصور كويس جداً من وزارة الشباب بالرياضة إن إحنا ننزل لمراكز الشباب لأن فيها بنية تحتية مناسبة لنشر الرياضة دي في الفترة الجزء الأول من كلام حضرتك فيه جانب حزين والله يا بالكلام الجاد يعني فكرة أن التكلفة لرياضة تانية أرجع وقل لك مرجعيتها مصرية يعني فقد نبقى إحنا الرواد فيها فبالتالي إحنا المهيمنين فيها عالمياً يبقى إحنا عندنا مشكلة في أن إحنا نعمل ملاعب نجيل صناعي ونسي مياه لا هو المشكلة مش الملعب المشكلة المضرب أو العصايا والكورة العصايا والكورة ما بتصنعوش في مصر بيتصنعوش في دول شرق آسيا الباكستان والهند فطبعاً عشان تيجي حضرتك عارف سعر الدولار دلوقتي وعشان تيجي الأدوات دي هنا بيبقى التكلفة عالية جدا فهو ده السبب يعني فالاتحاد مشكوراً بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة بدأوا يوفروا الأدوات دي بشكل يعني مناسب للمشروع وبالتالي هنا الفرصة هتبقى أكبر أن عدد الممارسين يزيد